السلام عليكم ايضا بشكركم على المتابعة الكبيرة وانكم تحولوها بطلب انه ما توقف عنكم الرسالة تحولوها لكل رفقاتكم بتويتر بالفيسبوك بتحكوا عنا بالكلابها واستبعتوها بكل اماكن وسائل التواصل الاجتماعي الان هالاسبوع الموضوع الاكبر اللي كله عم ينتظره نحن سجلنا قبل ما تطلع النتائج القمة يعني فما رح نقدر نعلق على ما جرى فيه رح نعلق على النفس العام باتجاهها وشو اللي صار بمرحلة الترتيبات هلا خلينا نحكي على المكشوف رح نحكي قضايا كمان مثل المرة الماضية بتذكروا بالرسالة 45 كنا اول من نشر اول وسيلة اعلام حتى قبل الصحف الامريكية كلها وقت اللي نشرنا ب2 حزيران يونيو قبل حوالي 13 يوم انه في سوريا موضوع على قائمة الاجندة للمباحثات بين الرئيسين بايدن وبوتين وهذا الشي صار ثابت واعلنوه بشكل رسمي يعني الجاني بين الروسي والامريكي رح نعطي ايضا كمان معلومات غير منشورات سابقا في اي وسيلة اعلام فخليكم معنا لحتى تتركوا اولا حقيقة يعني القمة خلينا نقول اصيرة يعني عدة ساعات وليست يوم واحد بطور بمعنى عدة جلسات صباحا وجلسات بعد الغذاء مسائية او يومين وبالتالي عدة ساعات ما بتتجاوز مثلا بين 3 ا4 ساعات فتتصوروا حجم طغط النقاش اللي العديد جدا من الملفات ضمن هالوقت القصير المضغوط هذا حتى نكون اثنين ما وفق الرئيس الامريكي على انه يطلع مسودة بيان ختامي بعد القمة وبالتالي هذا الامر بتحضر سابقا وبتم تعديل النقاط الفقرات اللي فيها على حسب شو تم التوافق ما رح يطلع وما رح ينعمل على الاغلب مؤتمر صحفي مشترك فكمان هاي يعني مؤشرات مهمة خلينا نكون بذهننا يعني لحد الآن هاي المعلومات اللي رشحت ايضا في منظمة السورية الامريكية هي مواطنون من اجل امريكا امنة كانت طلبت من الرئيس الامريكي ان نحط بلقاءه مع الرئيس اردوغان الرئيس التركي امرين حقيقة انه يطلب من تركيا توحد الجيش والفصائل المسلحة الموجودة بشمال غرب سوريا تحت هيكل قيادة سوري موحد اثنين انه يطلب من تركيا انه تسمح للسوريين بقدر اكبر من الحكم الذاتي وانشاء مؤسسات ديمقراطية تؤدي الانتخابات بشمال غرب سوريا وانه لانه بسبب اللي عم تذكر المنظمة انه فيه تقارير عم بتقول انه المسؤولين المحليين الاتراك هن اللي عم بيستبعدوا اصوات السوريين المحليين ولازم يعطوهم دور اكبر بقيادة المنطقة ايضا طلبت منه انه يطلب من الرئيس بوتين انه يسرع بالتنفيذ القرار 22-54 مجلس الامن الدولي ويطلب منه انه تساعد باخراج الميليشيات يعني الموالي للأسد ومنها ايران وايضا فتح المعابر الانسانية خلينا نحكي الان نحن شو اللي وصلنا اولا الاجتماع رح يضم يكون من ثلاث مراحل الاجتماع بيكون واحد موسع اللي بيضم يعني كل الفريقين العمل اللي اتوا مع الرؤساء وسافروا اللي هن اجتماعات عريضة تضمن الرئيس ووزيري الخارجية رئيسي مجلس الامن القومي رئيسي الاركان السفيرين المتبادلين السفير في اوكرانيا المبعوث الخاص لسوريا وبحالتنا نحن لفرنتييف والمتحدث الرسمي للرئيسين او البيت الابيض والكرملين بعدها كمان ايضا في اجتماع تاني اللي هو بيضم فقط الرئيسين ووزيري الخارجية وايضا في بعدين اجتماع كمان للرئيسين فقط فاذا ضمن هذا هو المناخ الخطوات العمل هلا في جانب الرئيس بايدن في فريقين حقيقة توجهين يعني ما زالوا حتى الان مسيطرين على النقاش وما حدا منهم حسم التاني فيه فريق عم بيقول فقط نطرح بالاجتماع مع الرئيس بوتين المساعدات الانسانية عبر الحدود وهزيمة داعش شرق الفرات وفيه فريق تاني عم بيقول لا نحن اضافة لهالامرين اذا شفنا الامر كان فيه تجاوب من جانب الروسي وكان فيه حنكة عند الرئيس بوتين بادارة الملف فممكن ننتقل لما اسموه بدقة بالترجمة بالعربي الدفع بالحلول السياسية وحطوا حدين اخفض واعلى وبالتالي نتمنى ان نصل الى الحد الاعلى بالحلول السياسية يعني هذا اللي املنا ممكن كمان ايضا هذا الشيء يبلش يبرز نتائجه من خلال الاجتماع اللي بدي يصير بيروما ب28 هذا الشهر للمؤتمر التحالف الدولي ضد داعش وبالتالي بيبين كيف بدي يتصرف الوفد الامريكي بالمعلومات اللي بدي يعطيها والتعامل وخاصة انه بدي يكون فيه على هامشو كمان مؤتمر لوزراء رفيع يعني على مستوى وزراء الخارجية للدول المجموعة المصغرة فايضا كمان ممكن يتصرف منها ونشوف كيف بده يتصرف وبقى بناء على مخرجات هذا يعني الامر الهامل اللي عم ينتظره كل السوريين بالنسبة للنظام حقيقة صار في عنده كركبة كبيرة بوزارة الخارجية بعد التسريبات اللي سربناها من عندهم بخصوص جناح السوري في مؤتمر اكسبو بدبي وصار ضجي انه كيف طلعت المعلومات ومين اللي كيف تم التواصل ومين اللي سربوا هالقضية هاي في وزارة الخارجية بنحب نقول لهم كمان حقيقة هذا حال كل وزارات الدولة ما حدا رضيان لكن المساكين في جزء كبير ما عنده خيار اخر سواء انه يستمر ضمن سوريا في ظروف المعيشة الصعبة جدا والواقع المعيشي الذي لا يطاق يعني كمان نقدر نسرب قضايا جديدة في حقيقة وزير خارجية دولة عربية اتصل اللي يحكي مع فيصل مقداد وجاوبه مدير المكتب انه غير متوفر حاليا وقال له امتى ممكن نقول للسيد الوزير انه ممكن يتوفر قال له نحن بنجاوبكم بمعنى انه ما عطى موعد وما رح يرد عليه حقيقة بعد الانتخابات الرئاسة كتير اخذين موقف يعني كبران راسهم لبعض الموظفين في الحكومة السورية وعم بيتصرفوا بها الطريقة وحتى يعني اللي عم بيشيعوا بكل محل انه نحن ما بقى نرجع بناء على هذا الوزير اللي هو احد الدول التي تسعى لاعادته الى الجامعة الدول العربية انه ما بقى نرجع حتى لجامعة الدول العربية بتروح يعني اللي يسربوه بطريق غير مباشر لاله انه بتروحوا بتعملوا اجماع مو بتجونا ثلاثة اربعة دول بتكون ترجعون لجامعة الدول العربية هذا الشيء ما بيتم لانه اعتراض عضو واحد بوقفه فبتروحوا بتعملوا اجماع ووقت اللي بتصير فيه عنكم قرار والكل موافق انه نرجع بتبعتوننا هذا الشيء مثبت خطيا انه الكل موافق على انه نرجع وقته بندرسه وبناخد القرار فهذا المستوى اللي يوصلوا له فايضا الان فيه كتير معلومات عم تحكي عن صفقة من اجل عودة رفعة الاسد حققت دافع لهذه القضية عدد من العوامل اولا صار كبير بالسن وبالتالي ما عاد خطر انه يرجع اثنين يعني بالنسبة له قد يكون صعب التمديد بالنسبة للمحكمة للتمديد كل مرة يتهربوا منه بحجة الصحة انه وضعه الصحي صعب وكورونا وهالقضايا هاي يعني فهو رايد يخرج ويهرب وحتى ما يتسلم يتم القبض عليه ووضعه في السجن وبالتالي يهرب الى سوريا فبدو موافقة النظام لانه كان منعه يحضر المرات السابقة اذا بتتذكروا ما اجا حضر الجنازات اللي في عائلته كانت في سوريا ايضا الموضع انه عم بيشعر انه صار كبير بالسن فهو ممكن ان توفى في اي وقت وبالتالي رايد يندفن في سوريا كما حصل مع جميل الاسد الذي توفى بفرنسا وعاد ليدفن في سوريا لذلك شقيقه لذلك هو ايضا يرغب في ذلك لا يرغب ان يدفن في فرنسا بده معناته بده يقايد وفي مبلغ مالي كبير وفقا للمعلومات يتجاوز بين الاربعمائة وخمسمائة مليون دولار وعد انه يرجع على النظام في حال تمت الموافقة وهذا بالتالي يحل ازمة كمان للنظام لانه كلها هي بالقطع الاجنبي فكمان الاثنين عنده المصلحة مشتركية هلأ صار فيه كتير حقيقة لغط بخصوص انه ليش ما اقسم وانه كأنه صار فيه اشاعات انه روسيا عم تمنعه يؤدي القسم لبشار الاسد لانه صار له من 26 ايار مايو لحد ديت اليوم صار بحدود العشرين يوم طالع نتائج الانتخابات وما اقسم لا مو هيك القصة تصير بشار الاسد اقسم يوم الاربعة 16 تموز 2014 هذا بيعطيه طغطية لسبع سنين بتنتهي يوم 15 تموز لسه يعني لسه في شهر فاما هو بيرغب انه يقسم بنفس اليوم اخر يوم يعني 15 تموز صباحا او مساءا او تاني يوم الصبح مثلا 16 تموز او 17 على حسب اذا كان فيه ايام اطلئ او لا فهذه الامر عائد للترتيبات الامنية اتنين الحكومة لا ما متل ما عم بينشاع انه هي تعتبر مستقيلة الان تعتبر مستقيلة من يوم 16 تموز 16 تموز القادم فبعد ما يقسم تعتبر الحكومة المستقيلة وتتحول لحكومة تصريف اعمال تسير امور المجلس الشعب ما له دخل نهائيا بالانتخابات لانه هو عام 20 وبانتهي عام 24 ما له علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية اتسربت حقيقة البرقية اللي بعتوها عائلة بشار الاسد للتعزية بالحخام الاكبر ليهود سوريا ابراهيم حمرة اللي كان عايش في دمشق القديمة وبعدين انتقل للحياة في اسرائيل وهو الحخام الطائفة السورية والعراقية في اسرائيل بعتو لهم برسالة تعزية اللي انجالوا كاتبين فيها انه ذكراه ستبقى دوما خالدة في القلوب لكونه رجلا فريدا ومميزا وبطلا فيعني هذا لو بعتو حدا من الاقتلاف او من هيئة التنسيق او من اللجنة الدستورية تصوروا شو كان عملت في الناس ايضا فضحت التلفزيونات ووسائل الاعلام في لبنان الرسالة السرية الاسرائيلية اللي سمحت لحافز الاسد انه يدخل للبنان بشرطين اللي وضعتهم اسرائيل اللي هن عدم احتلال المنطقة اللي بتتواجد بها الاغلبية المسيحية اللي هي الاشرفية اثنين عدم استخدام الطائرات لذلك اضطر حافز الاسد انه ياخد وقت اللي قصف القصر مكان ميشيل عون اضطر انه ياخد اذن خاص من اسرائيل فمعناتها الخطوط شغالة بيناتهم اتصلت معنا ايضا سيدة من يعني تعمل في قضايا الحريات الدينية في العالم لانه هن بيعدوا تقرير عن هالقضية هاي قالت انه في حركة لترميم وتصليح كنيستين مهدمتين بالقرن من دمشق انه لعطينا وين الموقع قالت مدينة رخم اللي هي في درعة فاتصلنا حقيقة مباشرة مع الاصدقاء في داخل سوريا وفي منطقة درعة نعم صحيح في اصلاح وترميم وبناء كامل لكنيستين وتم انجاز الان جزء من المبنى الخارجي والابواب وعليها يعني النقوش المسيحية وكنيسة منهم الكاتوليك وكنيسة للروم الارتودوكس لكن المتبرع مو فقط امال الكنيستين عمل ايضا تبرع ببناء المسجد وترميم كامل المدرسة برخم ونفس الشخص اللي تبرع باعادة صيانة وترميم وتأهيل الكلفة العالية جدا للمسجد العمري اللي بلشت من حقيقة ايلول سبتمبر 2020 ومؤمل انه تنتهي بشهر 11 نوفمبر هالسنة اضافة لعشرين مدرسة تم اعادة ترميمة بدرعة والطلاب والطالبات عم بدرسوا فيها ويستخدموها الآن فانا لهم مين اسم الشخص اسمه الدكتور خالد المحاميد والتلفزيون السوري الرسمي تابع للنظام ذاع ذلك في نشرته الاخبارية لكن سمى انه المتبرع هو المجتمع المحلي فبنقول جزاك الله خيرا حقيقة لما قدمت دكتور خالد يعني للمدارس ولدور العبادة المساجد والكنائس ايضا منقول مبروك للسيدة نادين منندز اللي انتخبت البارحة رئيسة ومفوضة كبرى لمفوضية حقوق المفوضية الحريات الدينية لأبي امريكا وهذا منصب عالي جدا رفيع وحساس لانه بيصدر تقرير سنوي عن الحريات الدينية في كل دول العالم وبناء عليه تاخد وزارة الخارجية قرارات والكونغرس الامريكي طبعا هي اول امر رح تقوم فيه بعد ما استلمت منصبها البارحة لسبوع الجاي رح تسافر للمنطقة رايحة للبنان وبعدين رايحة لمنطقة شمال شرق سوريا منطقة الادارة الذاتية ورح ترجع باول بالاسبوع الاول من تموز يوليو لانه في عندها محاضرة بمؤتمر مهم بواشنطن حقيقة بالنسبة للاجئين السوريين في كثير قضايا يعني مهمة صارت الوزير الدنيماركي للاجئين اللي هو والدينه لاجئين ذكر معلومات مهمة قال انه فيه 4000 شخص سافروا من الدنيمارك راحوا لسوريا فيه 7000 سافروا من السويد اجوا من السويد وفيه 2000 اجوا من بقية دول الاتحاد الاوروبي سافروا من مطار كوبنهاجن لسوريا من ضمن 1500 طفل وعادوا بدون ان يتعرضوا الى اي ازا لذلك هذا هو المبرر الذي يستخدمه من اجل اخراج السوريين عم بيقول مدام فيه دون مجموعهم 13000 سافروا لسوريا بين اعوام 2018 و19 وعشرين فلا يمنع من انه السوريين اللاجئين انه يسافروا لهنيك لانه اصبحت بالنسبة له عم بيعتبرها دولة امينة فهي صارت فيه مشكلة السوريين هم الاكتر اندماجا بالنمسا ايضا اليونان اصدرت قرار للاجئين من سوريا وافغانستان وباكستان وبنجلاديش والصومال انه ممكن يرجعوهم لتركيا لانه اعتبروا دولة ثالثة امينة الادارة الذاتية حقيقة عم تبحث ملفي اسر داعش واعادة الاعمار بباريس حيث التقى وفد منها مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي والتقوا ايضا مع ممثلين من وزارات خارجية 13 دولة وبحثوا معهم ما يجري بالملف السياسي وملف المعتقلين في الادارة الذاتية من جماعة داعش وكيف لازم يرجعوهم لدولهم المجلس الرئاسي بمسد عم يناقش مسجدات لازمة السورية وآليات توحيد المعارضة الراديو السويد كشف انه في مصلحة الهجرة ترفض منح الجنسية السويدية لاشخاص كانوا مقيمين بالسويد وكانوا على علاقة بالتنظيمات الكردية بسوريا من قساد وحزب الاتحاد الديمقراطي السبب هو ارتكاب هذه التنظيمات لأعمال العنف منهجية استنكرت الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا اعتقال ممثلها باقليم كردستان العراق اضافة لاعتقال كردستان عضوين من ادارة العلاقات بحزب الاتحاد الديمقراطي فهذا كمان ايضا مهم اللي كانت عم تنعطى لعناصر فصائل الجبهة الوطنية والجيش الوطني وهذا عمل خلق ازمة كبيرة كتير منهم وادى الى انه بحدود الـ 1200 شخص عم تركوا وراحوا التحقوا بالتنظيمات الاخرى يعني في مشكلة كبيرة هون ايضا روسيا عم بتصعد بادلب وارتكبت حقيقة صار في ارتكابات يعني في ناس عم تتهم روسيا في ناس عم تتهم الادارة الذاتية وقسد بارتكاب مجزرة عفرين اللي تتشهد فيها 18 مدني وأصيب 61 آخر واستهدفت مشفى الشفاء داخل المدينة الجالية السورية الأميركية عم تتحرك الآن لتطلب من النواب بالكونغرس توجيه رسالة للإدارة لمطالبت الأمم المتحدة بالتحقيق بحادث الهجوم على مشفى عفرين ايضا مطران ماردين وديار بكر للسيريان الارتودوكس زار مع والي أورفا عبدالله إرين مدينة رأس العين وعملوا جولة وزاروا الكنيسة وتحدثوا عن تحسين الخدمات وتوفير الأمان التقوا مع وزير الدفاع سليم إدريس ووزير الداخلية محددين هرموش وقائد الفيلق الثاني لعميد أحمد عثمان طبعا هذا الشي قلة الأمان ليس فقط برأس العين بل بكل المنطقة يعني بال2020 بمنطقتين درع الفرات وبعبرين بعفرين صار في 35 انفجار انتحاري فبالتالي هذا أدى إلى مقتل وجرح حوالي 104 مدنيين أيضا بتوفى 27 شخص برصاص مجهولين يعني فيه فلتان أمني أيضا تأدى تسرب لماتة الفيول بنهر الفرات بمنطقة جديدة بكارة والدحلة والصبحة بريف دير الزور إلى تلوث كل مياه الفرات هناك بيوم 13 حزيران يونيو نواف البشير عم انتقل للحضن الروسي وجاب تسوية أوضاع لألف ومئتين شخص وعينهم بضمن نقاط الحراسة ومقرات في المناطق الخاضعة على النفوذ الروسي بدير الزور بسبب عدم توفر الحليب والزبدة الحيوانية وارتفاع أسعارها بسوريا كان طالع قرار بتصنيع أشباه الأجبان والألبان بإضافة للحليب بيقوموا مستحلفات وزيوت نباتية من قطن زيوت النخيل الرخيصة بتخلي الحليب أصفر بيقوموا بيضفوا لها مادة بيضة هي للسبيداج وحليب مجفف صيني رخيص خالي الدسم بيؤدي إلى تأثير سلبي جدا على الصحة بسبب كتير المطالبات أدى الوزير يطلع قرار بإيقافة صار في ضجة كبيرة حقيقة بخصوص رفع الخزان الأمريكية العقوبات عن سامير الفوز خلينا نحكي بدقة اللي صار رفعوا عن شركتين اسم وسيلفر باين حقيقة صار في فشل بوزارة الخزان الأمريكية من الإشارة أنه هي سيدة سيلفر باين مونا لشقيقه هي ذكر أنه لشقيقه حسين الفوز وحطت أنه عنوان شقيقه في مدينة سكنترون هذا غير صحيح هي السيدة حسن وهي أنثى وبالتالي يعني هذا بيؤدي أنه عدد من البنوك ممكن ما ينفزوا القرار بشكل صحيح يقوله نحن عم ندور على حسين الزكر ما شفنا بقانون العقوبات وبيظلوا يتعاملوا مع حسن الأنثى فإذن هذا كان والنص اللي نشرته وزارة الخزانة يعني أدى إلى عدم فهم لدى بعض عضاء الكونغرس فثلاث نواب جمهوريين بعتوا لكتاب طلبوا فيها أنه تبعت لهم كامل الوسائق والمراسلات الداخلية المتعلقة بقرار رفع العقوبات عن الشركات المرتبطة بسامير فوز لأنه بدون يشوفوا إذا كان فيه هناك صفقة سرية لم يتم إعلام الكونغرس فيها من أجل رفع العقوبات عنهم من ضمن الاتفاق النوي مع إيران يعني هاي قضايا تدقق قبل ما تنشر أولا هي اسمها حسن وهي أنثى لازم تنكتب تعبير اتنين هي زوجته لمحمد جباوي الموجود بدمشق واللي أخذ ترخيص عقد مع الدولة من أجل ترخيص دفع ألكتروني عن طريق الموبايل وهي شركة كبيرة الآن مؤمن أنه تصير كثير ضخمة في سوريا الناجحون حقيقة السيدة مكنزي سكات مرته للسيد جيف بيزوس السابقة اللي هو بيملك أمازون الاسم المشهور تبرعت ب2.7 مليار دولار ل286 منظمة غير ربحية ومنهم منظمة سورية أمريكية اسمها جسور هي متخصصة بإعطاء منح للطلاب السوريين للتعليم العالي للدراسات بأمريكا وبكندا وبنقول لهم شكرا للعاملين لإدارتها ورغم أنه يعني ما حدا بجوز اسمه المتداول كثيرا في الإعلام هنه سيدة رنى سكر ولين الزيبة اللي هنه أسسوا هذه المنظمة وأيضا الناس اللي مشرفين وعاملين فيها هنا بسام عيسى محمد طحان سهات تونجي وأنس الشلبي أيضا بنقول مبروك حقيقة للرياضيين السوريين اللاجئين لتأهيلهم في الأولمبياد توكيو اللي بده يستير ب23 يوليو تموز القادم بده يفتتح بطوكيو وهنه السباح علاء ماسو ويوسرا مارديني وبتنس الريشي أرام محمود بالملاكمة وسام سلمانا وبرياضة ركوب الدراجة الدراج أحمد بدر الدين ويوس بنقول للجميع شكرا شكرا لكم